وكانت وزارة الخزانة الامريكية اعلنت في مطلع الاسبوع سلسلة عقوبات على كيانات واشخاص مرتبطين بايران احد ابرز الاهداف كان فيلق القدس والتحويلات المالية في منطقة الخليج العربي ما هي علاقة فيلق القدس بالتحويلات المالية غير الشرعية واين تكمن اهمية القبض على هذه الشبكات اليكم تحليلنا فيلق القدس بطبيعة الحال بحاجة الى اموال هذه العمليات غير القانونية ليتمكن من تمويل وتغطية حروبه وتدخلاته الضر في انحاء المنطقة العملية ناجحة ضد هذه الشبكة المالية غير الشرعية اظهرت بيضوح ومرة جديدة كيف ان فيلق القدس يتحرك خارج اطار سيطارات الحكومة الايرانية يتصرف كحكومة ظل متوليا اثارة اعماله الخاصة وغسل امواله وممولا حروبه الخاصة على حساب السلام والاستقرار في المنطقة من المثير للاهتمام ايضا ان فيلق القدس تم ضبطه مرة جديدة وفشل في عملية اخرى فيلق القدس خسرت تمويل وكبد ايران وسمعتها في المنطقة والعالم المزيد من الوهن وهذا ما فطح فيلق القدس وجعله مكشوفا امام عجزه وفشله في مغامرته المتتالية ايران تقول انها ترغب بان تكون جارا جيدا ولكن عندما يتم ضبط فيلق القدس في عملية تحويلات غير شرعية فهذا يجعلها تبدو في موقف الخبيث ايران لم تخفي دعمها للحوثيين ونظام الاسد وحزب الله ووسط ايم الطائفيين هذه العملية الاخيرة التي قادتها الولايات المتحدة الامريكية وسلطات في الخليج تظهر كيف ان بعضا من هذا الدعم قد سهلته تحويلات مالية غير شرعية استغلال ايران يقود الى سعزات هذه الدول حيث تتدخل متسببة بعدم استقرار اقليمي شامل وهو الذي لا يصب في مصلحة ايران في نهاية المطاف اقتصاد ايران متعثر والبنك المركزي يخاطر لتلافي الانهيار اذا كانت ايران تريد اللجوع الى استخدام التحويلات المالية غير القانونية لضخ رأس المال وتعويم فشلها الاقتصادي فهذا الباب قد اقفل الان فيلق القدس يجلب العارة لايران ويشكل عقبة امام تلك انتوائر في الداخل التي لا تريد ان ترى الدولة تغرق في هذا الاتون ايران مستمرة بتصرف كوباء اقليمي لا يصدح الا في استغلال واذية الجوار وتعاملات فيلق القدس غير المشروعة تجعل من الامور اكثر سوءا لايران ترجمة نانسي قنقر